الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في التعامل معهم وتلبية مطالبهم مشيرا إلى أن التعامل مع رأي العام ليس أمرا يسيرا وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة قلية الشرطة أكد رئيس سيسي أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة من عمره كما وجه رئيس سيسي التهنئة للضباط والخرجين الجدد ووجه الشكر لأسرهم على تقديم أبنائهم وبناتهم لتولي مهمة عظيمة تتمثل في حماية أمن مصر وسلامة أبنائها انطلقت فعليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة خمسة بمشاركة قوات المضلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية وتستمر فعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوي الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية واستفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعارف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين هذا ويأتي التدريب حماة الصداقة خمسة في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وفي ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 780 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 270 973 حالة وأعلنت وزارة الصحة في بيانها عن تسجيل 877 حالة إصابة جديدة فضلا عن 47 حالة جديدة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابة بكورونا في أوروبا شهدت زيادة تقدر بـ 7% الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تزايدا في أعداد الحالات وحذرت المنظمة من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرد تهديدا على القارة الأوروبية وأوضحت المنظمة في تقييمها الإصبوعي للجائحة تسجيل نحو مليونين وسبعمائة ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 46 ألف حالة وفاة جراء الفيروس الإصبوع الماضي في جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أن أعلى معدلات الإصابة بكورونا سجلت في أوروبا والأمريكتين تجري كوريا الجنوبية اليوم أول تجربة لإطلاق صاروخ محلي صنع إلى الفضاء ووضع الصاروخ الجديد ذو الثلاث مراحل والمزين بعالم كوريا الجنوبية على منصة إطلاقه في مركز نارو الفضائي قبيل الإطلاق وصمم الصاروخ النوري ويعني العالم لوضع حمولة وزنها طن ونصف الطن في مدار على ارتفاع يتراوح بين 600 و 800 كم فوق الأرض انطلق مهرجان البحر الأحمر للسياحة والأحداث الرياضية في نسخته الأولى بمشاركة عشرة ألاف متسابق ومتسابقة من مائة جنسية مختلفة يهدف المهرجان للترويج للفعاليات الرياضية وتعزيز قيمة السياحة الرياضية والترويج للمناطق السياحية المختلفة ويتضمن المهرجان خمسة عشرة فعالية منها رياضات المغامرات والسيارات وألعاب التحمل والمرثونات والسباحة المفتوحة والدرجات الهوائية وغيرها من المنافسات في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد 2021-2022 وبعد تنصيق رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم مع جميع أندية الدور الممتاز وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا فقد تقرر تحديد سعر موحد لتذكرة مباريات الدور الممتاز على أن يكون السعر الموحد هو 100 جنيه نهاية موجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فقرة صباح خيريا مصر بعد الفاصل